السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على آنتنا في التعليم مع فيديو جديد في مادة الرياضيات للمستوى الرابع صفحة 24 من كتاب الجيد في الرياضيات إذن هنا أتمرن نبدأ من التمرين السادس سجل فلاح محصوله من الأمح والضرى خلال ثلاث سنوات إذن هذا فلاح سجل المحصول خلال ثلاث سنوات سنة 2016 كان منتوج الأمح بالإنتر 50 في 2017 كان 46 وفي 2018 كان 62 إنتر بالنسبة للضرى في سنة 2016 كان 14 إنتر في 2017 38 في 2018 50 إنتر مثل ولده سامي وفاطمة هذا المنتوج كما يلي إذن فاطمة وسامي مثل نموذج الذي حصل عليه الفلاح أو المحصول فلاح من الأمح والضرى على هذا المبيان هذا مبيان فاطمة مدراج فاطمة وهذا مدراج سامي إذا كل واحد مثله في مدراج خاص به السؤال المطرح هنا ألف أنشئ جدولاً مناسباً لمدراج فاطمة وجدولاً مناسباً لمدراج سامي أي سنملأ هذه المعطيات التي عند فاطمة في المدراج في الجدول وكذلك المعطيات التي عند سامي إذا سنأخذ هنا جدولاً نحدد بالنسبة لفاطمة هنا السنوات وهنا كمية الأمح بالانطار أيضاً الضرى سنوات 2016 و2017 و2018 إذا سنملأها من المدراج التي رسمته فاطمة إذا بالنسبة للأمح هنا في 2016 إذا نبدأ من 2016 نلاحظ إذا هنا الضرى بالأصفر والأمح باللون البنفسجي إذا هنا الأمح بالبنفسجي والضرى بالأصفر إذا كمية الأمح في 2016 إذا هذا اللون البنفسجي إذا نلاحظ هنا إذا هنا ستون إذا كمية الأمح ستون نكتب ستون بالنسبة للضرى إذا نلاحظ هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة درجات تمثل عشرون عندما نقصم عشرون على خمسة تعطينا أربعة إذا أربعة انطار إذا كل تدرجة تمثل أربعة انطار إذا هنا بالنسبة للضرى هنا لدينا أربعون أربعة وأربعون تمانية وأربعون وهنا النصف أي يعني هنا إثنان وخمسون إذن نصف إذن خمسون إذن كمية الدورة هي خمسون بالنسبة لأسالة ألفين وسبعتاش إذن الأمح هنا أربعون والدورة إذن هنا عشرون أربعة وعشرون تمانية وعشرون وهنا النصف إذن تلاتون إذن هنا بالنسبة للدورة لدينا هنا تلاتون إذن ألفين وثمنتاش بالنسبة للأمح إذن هنا أربعون أربعة وأربعون تمانية وأربعون وهنا إثنان وخمسون وهنا النصف خمسون إذن بالنسبة للدورة للأمح خمسون بالنسبة للدورة إذن هنا خم أربعة وهنا تمانية إذن نصف ستة إذن بالنسبة للدورة لدينا ستة إذن هذه هي المعطيات بالنسبة لمدراج فاطمة إذن بالنسبة لمدراج فاطمة حددنا كمية الأمح في جميع السنوات ثم الضرة في جميع السنوات ننسأل إلى مدراج سامي إذن هنا مدراج سامي سنحدد أيضا كمية الأمح وثم الضرة ونلاحظ هنا بالنسبة لسامي مثل الأمح بالأزرع والضرة بالأصفر إذن بالنسبة لمثامي الأمح بالأزرع إذن كمية الأمح في 2016 إذن هنا 1, 2, 3, 4, 5 إذن 5 تدريجات تمثل 50 نقصم 50 على 5 فنحصل على 10 إذن كل تدريجات تمثل 10 إنطار إذن هنا بالنسبة لـ 2016 إذن 50 إذن هنا 6 إذن بالنسبة للأمح 6 والنسبة للدورة إذن هو اللون الأصفر إذن هنا 50 بالنسبة لـ 2017 بالنسبة للأمح إذن 10, 20, 30, 40 وهنا 50 هنا النصف إذن 5 و40 بالنسبة للأمح 5 و40 بالنسبة للدورة إذن 10, 20, 30, 40 هنا ناقص من 40 إذن ناقص شوية من 40 إذن 8 و30 إذن هنا 8 و30 بالنسبة لـ 2018 الأمح لدينا هنا 50 إذن 60 والدورة إذن الدورة هنا 10 إذن بالنسبة للدورة 10 إذن هذه هي معطيات بالنسبة للسامي بالنسبة للأمح وبالنسبة للدورة في جميع السنوات إذن السؤال الثاني أصحح الأخطاء في مدراج فاطمة وفي مدراج سامي إن وجدت إذن هنا سنصحح الأخطاء في المدراج لفاطمة ولسامي إذن نبدأ من فاطمة إذن نبدأ هنا من مدراج فاطمة حسب الجدول إذن نلاحظ هنا إذن نلاحظ الفلاح حصل في سنة 2016 على الأمح 50 إنتار بينما فاطمة رسمت في المدراج 40 إنتار وهذا خطأ بل الصحيح هو 50 بالنسبة للدورة 14 إنتار وهي رسمت 50 إنتار أيضا خطأ إذن هنا 14 إذن سنصحح في المدراج إذن الأمح 50 والأمح هو باللون البنفسجي إذن 50 إذن 40 48 إذن هنا 50 إذن هذا خطأ إذن نجيب إزالة هذا المدراج إذن هنا المدراج سيكون هنا في 50 بالنسبة للدورة 14 وليس 50 إذن 14 إذن 4 8 12 16 إذن هنا إذن ستكون كمية الأمح هنا وإذن هذا خطأ إذن ستكون كمية الأمح إذن سنمثل كمية الأمح هنا هذا هو الجزء الصحيح وهنا أيضا هذا هو المبيان الصحيح إذن هذا خطأ إذن هنا سيجب أن تكون الدورة 14 والأمح 6 إذن في سنة 2017 بالنسبة للأمح إذن هنا محصوله من الأمح 62 وفاطمة رصمت 50 إذن خطأ بل يجب أن يكون 62 إذن 60 هنا إذن 62 وبالنسبة للدورة خمسون وليس ستة إذن نصحح هنا هنا يجب أن يكون 46 هنا 38 هنا 62 وهنا 50 وليس 6 إذن 50 بالنسبة للدورة 50 إذن هنا 20 هنا 40 4 واربعون 48 إذن هنا 50 إذن الدورة 50 وليس 6 إذن سنقوم بتصحيح المدراج إذن هذا هنا 2000 هنا اللون البنفسجي إذن هذا هو تصحيح المدراج يجب أن يكون هنا 62 وهنا يجب أن يكون 46 واربعون وكذلك بالنسبة للدورة هنا يجب أن تكون 50 يعني نصحح المدراج وهنا 50 وهنا يجب أن تكون 38 و30 إذن مدراج عند فاطمة خطأ وأمنا بتصحيحه تصحيحه ثم سنقوم بتصحيح مدراج سامي إذن نلاحظ سامي هنا بالنسبة للسنوات في سنة 2016 كانت كمية 50 بينما سامي رسم 60 إذن خطأ إذن صحيح هنا 50 بالنسبة للدورة 14 وهو كان عنده 50 في المدراج إذن أيضا خطأ 14 بالنسبة لالفين وسبعتاش الكمية الأمح الذي جناها الفلاح هي 46 وسامي رسم 45 وارضعون خطأ إذن 46 هنا بالنسبة لالفين وسبعتاش الدورة 38 وسامي رسم 38 إذن صحيح هنا رسم بالنسبة للأمح في الفين وثمنتاش 62 وهنا رسم سامي 62 خطأ بالنسبة للدورة كان منتوج الفلاح 50 إنطار 2018 وليس 10 إذن نصحيح في الجدول ثم نصحيح المدراج إذن بالنسبة للأمح في سنة 2016 كان 50 وليس 60 إذن هنا هذا خطأ نزيل هذا الجزء هذا الخطأ بالنسبة للدورة 14 وليس 50 إذن 10 20 إذن هنا تقريبا 14 إذن هذا أيضا الخطأ نزيل هذا الجزء بالنسبة للسنة 2017 الأمح 46 وليس 45 إذن نزيل جزء بسيط هنا إذن هنا نزيل جزء بسيط بالنسبة للدورة صحيح 38 30 بالنسبة للدورة بالنسبة للدورة نحصل 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 على 62 ثم هذا نحصل على 50 إنطار من الدورة في 2008 إذن هكذا نقوم بتصحيح المدراج إذن صححنا مدراج فاطمة ومدراج سامي السؤال الثاني دون إجراء حسابات ما هو نوع المنتوج الأكثر الأمح أم الدورة إذن نلاحظ هنا في المدراج إذن هنا دائما كمية الأمح هي الأكبر يعني نلاحظ الأعمدة هي الأطول بالنسبة للأمح وكذلك هنا بالنسبة للأمح هي الأعمدة الأطول إذن المنتوج الأكثر هو الأمح فقط نلاحظ من خلال الميبيان ودون إجراء الحسابات نلاحظ أن أعمدة الأمح هي الأكثر يعني أكثر كمية السؤال عفوا نتمرين السابع نتمرين السابع إذن هذا الكتب يبيع كمية هذه الكتب خلال الأسبوع يعني في يوم 2 3 4 5 7 2 3 4 5 الجمعة وال7 والأحد إذن هو يبيع كمية هذه الكتب خلال الأسبوع السؤال أ إذن سننظم هذه المعطيات في جدول أو سنضع هذه المعطيات في جدول إذن من خلال ميبيان نلاحظ أن الجدول يجب أن يكون فيه أيام الأسبوع وعدد الكتب التي بيعت في ذلك اليوم إذن رسمنا الجدول سنرسم الجدول بهذه الطريقة هنا أيام الأسبوع حسب الميبيان أيام الأسبوع الاثنين الثلاثة الأربعة الخمسة جمعة والسلس وهنا عدد الكتب التي بيعت في ذلك اليوم إذن يوم الاثنين خمسة عشر كتاب يوم الثلاثة تمانية كتب يوم الأربعة عشرون ويوم الخميس خمسة وعشرون كتاب يوم الجمعة عشرة كتب يوم السبت ستة وثلاثون كتاب ويوم الأحد ثمانية عشر كتاب إذن مثلنا المعطيات التي لدينا هنا خلال في جدول السؤال ب سؤال ب جورب ريزان سيدوني بار ان غرافيك ان لين بريسي إذن هنا سنمثل هذه المعطيات في المبيان بخطين متكسر إذن سنمثل المعطيات في المبيان نراحد هنا لدينا الأيام وهنا عدد الكتب إذن بالنسبة يوم الاثنين خمسة عشر إذن هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن كل تدريجة تمثل لنا اثنان إذن كل تدريجة تمثل لنا اثنان يعني اثنان من الكتب إذن هنا لدينا عشرة اثنى عشر اربعة عشر وهنا ستة عشر إذن خمسة عشر هنا إذن خمسة عشر هنا ثم لدينا يوم الثلاثة تمانية إذن تمانية إذن عشر هنا إذن اثنان أربعة ستة تمانية يوم الأربعة لدينا عشرون كتاب إذن عشرون هنا يوم الخميس لدينا خمسة وعشرون إذن هنا عشرون اثنان وعشرون أربعة وعشرون ستة وعشرون إذن خمسة عشرون هنا في الوسط يوم الجمعة لدينا عشرة كتب إذن هنا عشرة يوم السبت ستة وتلاتون كتاب إذن تلاتون اثنان وتلاتون أربعة وتلاتون ستة وتلاتون كما قلنا كل تدرجة تمثل لنا اثنان يوم الأحد تمانية عشر إذن هنا عشرة اثنان عشر أربعة عشر ستة عشر تمانية عشر ثم نصل بواسطة المسترة هذه النقطة التي حصلنا عليها إذن سأصل بواسطة مسترة لنحصل على مبيان الذي يمثل لنا عدد الكتب التي بيعت خلال الأسبوع إذن بهذه الطريقة إذن هكذا إذن نحصل على هذا المبيان إذن سؤال الموالي كمبيان دو ليفر لليبريير يعني سنجمع عدد الكتب التي بيعت خلال أيام الأسبوع أي خمسة عشر زائد تمانية زائد عشرون زائد خمسة وعشرون زائد عشرة زائد ستة وتلاتون زائد ثمانية عشر سنجمع الكتب التي بيعت خلال الأسبوع كاملاً ونحسب إذن هنا عدد الكتب هو إذن ننجز العملية ثم نحسب خمسة عشر زائد تمانية عشرون خمسة وعشرون عشرة ستة وتلاتون تمانية عشر إذن اثنان وتلاتون نكتب اثنان نحتفظ بثلاتة هنا عشر إذن مئة واثنان وتلاتون كتب إذن مئة واثنان وتلاتون إذن الكتب باع مئة واثنان وتلاتون كتب خلال الأسبوع ننطئل إلى أتذكر هنا لدينا جدول يمثل أطفال أسماء الأطفال وهنا المبلغ الموفر لكل طفل بآلاف الدراهم إذن عسو وفر ثلاث ألاف درهم ياسمين اثنان ألاف درهم علي ثلاث ألاف درهم وما هو ستة ألاف درهم المدراج يمثل بيانات الجدول إذن نلاحظ هنا في الجدول هنا مدراج يمثل هذه المعطيات أي هنا عسو لديه ثلاث ألاف درهم ياسمين اثنان ألف درهم علي ثلاثة ألف درهم وما هو ستة ألف درهم يسطل كل شريط متناسب مع قدر كبار مبلغ كل طفل أي أن هذا الشريط نطيله حتى نصل إلى المبلغ الذي سوفر عليه الطفل لحساب مجموع ما وفره الأطفال الأربعة نجمع مبلغ كل واحد فنحصل على 14 ألف درهم دائما في المدراج فهو يمثل لنا معطيات التي تكون موجودة في الجدول أو العكس يكون لدينا مدراج ونحن نحول معطياته إلى جدول لنعرف المعلومات التي نبحث عنها إما تم المبلغ أو كمية الأمح مثلا كما درسناها في التمارين الصابع إذن إلى هنا تنتهي تمارين الصفحة 24 من كتاب الجيد في الرياضيات لدعم الأنات المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس